السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه وعشتوني جدا 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 من الفيديو اللذات انا هسجن معيكو فيديو عن تجهيزات للعيد حاجات هتفتكو وهي كمان هتفتكو البعدين مش بس للعيد ان شاء الله الفيديو بتاع النهار ده هيكون عن صحة الاسنان وعن موضوع تبيض الاسنان خليني اتكلم معيكو الاول في المواضية اللي انا عايز اقدمها لكم وبعدين نتكلم عن موضوع تبيض الاسنان ده في الاخر اول حاجة فرشة السنان فرشة السنان زي ما انتم شايفين يعني انا عمارسي بستخدم اي فرشة فرشة عادية لان انا جربت الفرش الغالية والانواع التانية المعروفة لقيت ان هي اا يعني الفرشة العادية دي بالنسبة لي قدت الغرض اكتر من اي فرش تانية كان عندي فرشة كهربائية وحسيت انها معملتش اي حاجة مطلعتش الفكرة اللي انا كنت شايفاها عن تنظيف الاسنان دي فرشة عادية جدا موجودة في معروفة اا شعراها ناعم زي ما انتم شايفين شعراها ناعم جدا اا لقيتها بتنظف كويس قوي الاسنان يعني ما فرقتش حاجة عن المنتجات الكتير وآآ جاوا الاعلانات وأوريبيا نصح بها الداكاترا والكلام الكتير ده لقيت انه آآ بالعكس يعني يعني لقيت دي احسن لي بكتير تانية حاجة المعجون السنان انا استخدمت تقريبا كل انوع معجون السنان اللي مكتوب عليها ان هي بتعمل تفتيح للاسنان بس اكتشفت ان الموضوع ده موضوع تفتيح الاسنان فعلا يعني كتبة كبيرة وما فيش اي حاجة من موضوع تطبيق الاسنان ده حاجة حقيقية بالعكس يعني هو معجون السنان اللي عايزي جدا زي اللي بعودنا عليه من احنا صغارين والحركات دي. اا جربت اا جربت اا بتاع اا وجربت حاجة كتير قوي ولا حاجة منهم قدت معايا اا طبيعت اسنان او اي حاجة حاجات دي كلها. ااا بس اا عموما يعني ايه احسن واحد او ايه مش احسن واحد انا شايف انا كل معجون السنان موجود في السوق مش غال يعني طلع النتيجة اللي احنا عايزينها او اكتر. ااا مش عارفة ما حستش ان المعجون السنان بيفرق كتير في المعجون السنان دا خالص. ااا كلهم زي بعض بس بينظفوا. اااا مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة يعني كان نفس اقول لكم مسلا معجون السنان دا واو او حاجة بس للاسف يعني جربت كل الانواع جربت 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 في انواع كتيرة جربت من الرفيس للغالي يربت كل حاجة اولا حاجة منهم اا اددتني مسلا واحد في المياه طبيب يعني خالص بقى بس بعدين اا اكتشفت اا حاجة معارفش كل ناس تعرفها ولا أبس اكيد انتوا لاتي هتعرفوها مني هي الغسول. اا معارفش كم حد منكو بيستخدم غسول للاسنانه. الغسول ده آآ كل الناس كتبتشكر فيه. انا جبت عموما لان انا عندي آآ درس العقل بيطلع فكت كنت محتاجة حاجة تخدر الوجع. فجبته وبعدين لقيت ان التخدير بيبقى مؤقت طبعا وحنا دلاتي في الصيام فصعب جدا ان انا استخدمه وبيخدر لي آآ الوجع مؤقت وبعيني وسط الصيام انا ما بحبش احط حاجة يعني آآ منع للشبويات وكده. فروحت للدكتور فديني ادوية مجموعة ادوية طبعا مقدرش نصحكم بيها لانه آآ دي ادوية مخصوصة ليا وطبعا ما يفعش ان اي حد يبقى جرب ادوية آآ يخليكوا تجربوها. بس انا هوريكو ان الدكتور كتب لي موضوع ده. اهو. اه كده اعمل ده نوع آآ قوي جدا مهمته ان هو يشيل الجير اللي على الاسنان. عموما انا هكتب لكم الاسم على الشاشة زي ما انتم شايفينه كده. ده نوع انا جبته كده من غير ما دكتور او حاجة. آآ والنوع التاني اللي هو قلي عليه ان شاء الله هجيبه اول ما اخلص ده. نوع ده هو غالي شوية هو بحاجة وخمسين جنيه. بس ممكن آآ في نوع تاني ارخص شوية حوالي بخمستوش جنيه بس انا مقدرش اقول لكم نوع كويس ولا اه بس ده كويس. طب يعني ليه ممكن اجيبه او ليه ممكن اجيب غسول عموما. الغسول ده من اول اسبوع تقريبا استخدامي لي بدأت ااخد بالي ان فعلا في آآ طبقات جيرية بدأت تختفي من على الاسناني. اسناني بدأت تنور. فيه فرق بين ان هي تنور وان هي تبيض. فعلا الاسنان بدأت تنور وكمان آآ ريحة الايبو اختلفت. آآ لما بنضف بفرشة السنان احيانا في اماكن كده ما بنضح لهاش بفرشة السنان. فالغسول جدا بيخش. يعني انتي بتتمدماضي وبتقدية ترجل الغسول ده جوه اسنانك. فبينضفها كويس جدا. آآ امبسطت بيه. آآ امبسطت تجربتي لي يعني بسه صوص تخدامي دي انا مستخدمها يعني حبة حلوين يعني. خلينا اشرح لكم طريقة الاستخدام لانه انا في الاول كنت باستخدمه بطريقة غلط. وآآ عرفت بعدين لما رحت لالدكتور يعني بعد يومين ما نستخدمي لي الطريقة الصحة. هو مكتوب عليه هنا ان انتو بتستخدمه مرة صبح مرة بالليل طبعا ده في غير السيام. آآ بعد ما تستخدمه فرشة السنان. انا كنت باستخدمه معي دي كده. يعني مش عزي مخصص سنانيين. الدكتور اكد لي انه لازم تكوني منضفة سنانك كويس جدا بالفرشة والمعجون. وبعدين تستخدمي الغسول. بعد كده اتخذي مقدار اربع معلق صغيرة. لو انت مش عارفة مقدار اربع معلق صغيرة قد ايه? فانت ممكن تستخدمي الغطى بتاع آآ العلبة. وهو تقريبا العشرين ملي يعني هم تقريبا دول العشرين ملي. آآ طريق فتحته ان انتو بتضغطوا على الغطى نفسه. وبعدين ترفوها فتتفتح كده. طبعا كنت بعاني في القاوة عشان افتحها. تقريبا الغطى هو العشرين ملي. فتقدروا تستخدموها كده. هتاخذيها وبعدين بدايت من الماضي. مبدئيا آآ ما عرفش كل الانواع ولا لأ بس ان هو ده حرق جدا لان هو بنعناع فممكن تبقي مش قادرة تستحميلي على لسانك بس حاولي تستحميلي لمدة تلاتين ثانية. تلاتين ثانية بالزبط على اسنانك. آآ وحتلاقي بعد كده آآ راحة آآ يعني لو عندك اي وجع في اللسف في الاسنان في العصب او حاجة هتحسي ان هو متخدر. شوية هت يعني لما تشموا ريحته وتستخدموه هيبقى زي رايح اللي هو اللي ما بتروحي الدكتور كده بيحط لك بنج بتبقى ريحة كده غريبة شوية بس عموما ريحته يعني هنفسي متقبلها شوية لان هي عليها نعناع وانا بحب نعناع قوي. آآ حاجات ممنوعة وهتلاقيه طبعا مكتوبة في الظهر بس انا هقول لكم عليها انه ده غير مناسب للاطفال من اول اتنشر سنة يعني حد اتنشر سنة محدش يستخدمه خالص. بعد اتنشر سنة ممكن تستخدموه. آآ لو الغطب بتاعه مش مقفول اوعى وتشتدوه علشان بيكون متخفف بالمواد ده كده غريبة يعني فتبقى مش لطيفة. حاجة كمان انا كنت فاكرة ان هو بتحط في كوباية ويتخفف والكلام ده. واكتشفت بعد كده انه لأ المفروض ان هو ما يتخففش. ما بيتخففش خالص. هو ما يتبلعش. آآ في ناس فاكرة ان هو بالبلع. ما عرفش ان انا لقيت واحدة. قبل كده قدت لي ان هو بالبلع بس ما. ما علينا. آآ انصحكو بيه جدا. آآ ما عرفش ازا كان في منتجات ارخش ولا لأ. بس عموما آآ حاجة قوية. آآ انصحكو بيها جدا جدا جدا. استخدموه. وان شاء الله ان شاء الله يا ربي على العيد حتكون سمانكو نورت. وبقى شكلها احلى. وبس ما تسمعوش كلام الاعلامات في موضوع طبيعيض الاسنان. نجيب عن موضوع طبيعيض الاسنان. انا سألت الدكتور عن موضوع طبيعيض الاسنان ده. قال لي موضوع طبيعيض الاسنان هو بيكون ان احنا مشيته الجيرية ونبدأ نحفز الكالجين والمواد المبيضة بتاعت الاسنان. عشان ترجع منورة. وعشان نقدر نحافز عليها لازم نستخدم غسول ومعجون سنان. طب يا دكتور بالنسبة للخلطات اللي موجودة على النت. اه كل يوم اللي ايها على النت. اه قال لي مفيش اي حاجة من الحاجات دي بيديه فعالية. مش علشان تروحي ديبتور اسنان. بس دي حقيقة. اه موضوع كوركم. موضوع اه زيت الزتون ولا زيت زيكوزليند. والحاجات بتبطوها على اسنانكو دي. كلها بتضر المينة وبتقزي الاسنان. وكمان بتضعي في اللسة وتضعي في العصب. فبعيدوا عن كل الخلطات الغريبة اللي بتبقى موجودة عامتوا. خصوصا الخلطة المشهورة جدا بتاعت البايكينج سودا. وآ الخل مش فاكرة بالزبط بس البايكينج سودا. وتخسروا بيها اسنانكو. مضرة جدا بتقزي الاسنان. بتقزي آآ المينة بتاعت الاسنان. آآ بالنسبة لمعجلين السنان اللي بيقى مكتوب عليها ان هي فيها ان هي بتآ فيها نسبة تفتيح. بيبقى فيها نسبة واحد في المية تفتيح مع الاستخدام المستمر. اللي فترة طويلة جدا بتوصل لي للمرحلة دي او بتوصل لي للبياد ده. انما عند الدكتور بيديكي النسبة اللي انت بتقيم احتاجها بالزبط. طبعا هما بيحطوا نسبة قليلة في المعجون. علشان هما مش عارفين كل اسنان بتفرق ازاي عن بعدها. فبيحبوا حطيه نسبة قليلة جدا علشان آآ يقدروا يسلطروا على آآ مضاعفات المعجون على اسنانك. فالحال الوحيد انكم تروحوا للدكتور. وآآ وبكده تكونوا وصلتوا لي احسن فايدة. وانضغطوا بيدي الاسنان بعدها من خلطات ما تجربهاش انا جربتها وتعبت جدا جدا جدا. آآ وسناني بقت شوية حساسة آآ ممكن ما ساعة شوية تضايقني وتزعلي. آآ وبكده يكون الفيديو نهاردة خلص ويا ربي يا ربي يا ربي يكون جاية عليكم الفايدة. واي سؤال سبهولي تحت في الكومنت آآ وتابعوني على كلها سناب شات انستجرام فيسبوك وجروب الفيسبوك اللي بندردش فيه مع بعضنا. وما تنسوش تعملوا وتعملوا وتعملوا وتبعاتوا الفيديو وصاحباتكم وصاحبكم كلهم. اشتركوا في القناة. السلام عليكم.